أردن يا نهيل حبك ما ينتهي لبليلة والفليل بالعالي وانكتب هذه كانت أجمل أيام قضيناها بالأردن بالفعل بالأردن غير أنهم حبت الناس ونحن بنحبهم ونحن شعب أخوي بالنتيجة أيام حلوة كتير بس طبعا هذا نبين على الوزن الزايد لأنه مش ممكن تجي على الأردن ما تاكل الأكلات الأردنية يعني إن كان المنسف وإن كان الزرب الزرب هي ما بعرف إذا فينا نرجع نشوف المشهد فادي هي لما كان بالأرض يعني بيحطوا الأكل الخروف أو الدجاج مثل هيك يعني حفرة بالأرض بعبوها جمر أو نار بعدين بيطفوها على الجمر بيستوي على الحرارة والجمر بيستوي الأكل اللي بداخلها بيرجعوا هايدي هن عم بنشوفها هلأ بتشيل الخروف من جوها والججات وكل وخود على وزن إحنا اللبن بنعمله جميل منحطه بخرايط بعد ما نحطه بخرايط بنشوف ومنحطه بالشمس هدا كيف أيوا هسه رح يا طوني أعلمك كيف توكل المنسف هيدا سخنة بيبقى؟ لا مش سخنة كتير هذا المنسف الأردنية كيف مش سخنة كتير؟ لا مش سخن طبعا يا طوني رح أحكي لك كيف رح نوكل المنسف يلا بسم الله طبعا بالإيد هاي رح يتاكل المنسف باليمين؟ باليمين لحظة هيك؟ طبعا هيك هيك هيك؟ اه اه شو بنعمل هيك بنشمعون للرزات؟ للرزات لا جاب للرزات اللحمة؟ لازم اللحمة شوي أحكي لك أيوا طبعا لازم تدحبرها تدحبرها كيف تدحك لها طبعا إذا ما دحبرتها ما بتكون إلها هيك؟ أيوا بدي حط إيدي ورا ضهري ضروري؟ لا تاني 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 هيك أملها على جنبك على جنبي فهيك بنعمل المنسف الأردني طبعا هاي هيك أه بديك تعمليها بإصبعيك كمان؟ أه بديك ألف صحة ها طبعا أرى أطعميك كيف؟ إنه إحنا بنوكل يسلموا إليك يا صدفات تفضلوا يا شباب طبعا طوني؟ لا أه طب ليه بديك أليم خلينا نبدي على المشاهدين. وبنصحكم انه قوعتشوا على الاردن بدون ما تاكلوا منصف. والتاني شو انا. اي بس شو اسمه الاكل التاني اللي لنا عنا اللي بحطوها الزرب. هو دي اكلتين قوعتشوا.